الوزير التوفيق يكشف مواعد رحلات الحج وترتيبات المناسك قدم وزير الأوقافي وشؤون الإسلامي أحمد التوفيق اليوم الثلاثاء الثلاثة وعشرين مايه الفين وثلاثة وعشرين بمجلس المستشارين الخطوط العريضة للتدابير التنظيمية المتعلقة بالحجاج والرامية لتسهيل أداء مناسكيين في أحسن الظروف وفي هذا الإطار أبرز التوفيق أن اجتماع اللجنة الملكية للحج الذي انعقد يوم الأربعاء الثامن فبراير الفين وثلاثة وعشرين حدد الإطار العام لأداء هذه الشعيرة وتم تنفيذه عبر مجموعة من التدابير وذكر الوزير في معرض رضه على سؤال تقدم بكل من فريق الأسرة والمعاصرة والفريق الاستقلالي لوحده التعادلية بمجلس المستشارين حول التحضير لموسم الحج لهذه السنة وتنظيم رحلاته أنه تم تحديد لوائح الحجاج المستفيدين من أداء مناسك الحج من الذين تم إرجاء حجهم خلال الموسم الماضي بسبب شرط السن أو التلقح ضد كورونا وأضاف التوفيق أن التدابير همت كذلك تحديد مصارف الحج وتحديد تاريخ الأداء وانتقاء مرافقي الحجاج والمؤطرين حسب حصة كل عمال أو إقليم بمعدل مؤطر واحد لكل خمسين حاجاً وتنظيم دورات تكويني لفائدة حول العمل الواجب القيام به طيل رحلات الحج وجر في الوقت ذاته وفق الوزير تحديد أعضاء البعثات الإدارية والعلمية والطبية والإعلامية في حوالي سبعمائة وخمسين عضواً مشيراً أن أول فوج منها تم إفاده يوم التاسع عشر مايي الفين وثلاثة وعشرين وهمت التدابير التنظيمي أيضاً عقد اجتماعات مع الشركتين الناقلتين المغربية والسعودية لوضع وضبط برنامج نقل الحجاج وتحسين الخدمات المقدمة لهم على متن الطائرات وأعلن الوزير أن موعد أول رحلة من مرحلة الذهاب سيكون في الثاني يونيو الفين وثلاثة وعشرين وآخر رحلة يوم الثاني والعشرين يونيو الفين وثلاثة وعشرين فيما تم تحديد موعد أول رحلة عودة في يوم الثالث يوليوز الفين وثلاثة وعشرين وآخر رحلة عودة في الثاني والعشرين من يوليوز الفين وثلاثة وعشرين من جهة أخرى تطرق التوفيق إلى تنظيم دورات تدريبية اعتبارا من مارس 2023 بمختلف مقرات المجالس العلمية لفائدة جميع المواطنين المقبلين على أداء مناسك الحج وتكثيف البرامج التوعوية عبر وسائل الإعلام وبالمساجد بمختلف اللهجات والتي شملت التوعية الدينية والصحية والإدارية وأكد وزير الأوقاف الشؤون الإسلامية أنه تم كذلك إعداد أدوات توجيهية وإرشادية لمراحل الحج يمكن تحميلها في الهواتف الذكية بالإضافة إلى كتب دليل الحج والمعتمر وفيما يتعلق بالترتيبات المتخذة مع الجهات السعودية أوضح الوزير أنها تعلقت أساسا بتحديد مسؤوليات البعثة المغربية ومختلف الجهات السعودية المكلفة بشؤون الحج ووضع الإطار العام لتأمين السكن والتغذية للحجاج بالديار المقدسة بالإضافة إلى وضع الترتيبات لتوفير أماكن وخيام وأفرشة كافية بمشعر مينان وتوفير الأطعم والماء الشروب بالكم الكافي طيلة المناسك فضلا عن توفير حافلات جيدة للنقل الحجاج بين المدينة ومكة وجدة وبالمشاعر المقدسة ترجمة نانسي قنقر